أنه أتمنى لك سعدي فلوس إيجار شعريا أجر بصراحة ليش؟ لأن أنت محصول لك سبعين متر وعدك عائلة كاملة أبو حصين ذو السبعين عام يسكن مدينة الناصرية في دور التجاوز كما يطلق عليها محليا وهو أحد الذين يسكنون الدور التي يعيش فيها آلاف المواطنين الذين أجبرتم الظروف المعيشية عليها حيث يعيشون هاجس الخوف اليومي جراء محاولة إزالتها والسبب إنها غير رسمية مع عدم حصولهم على أي خدمات كباقي المناطق السكنية هم مهددين يعني هم التجاوز راح الشيء لكم التجاوز راح تنشالون أنت بين نارين نار عائلة تقرح تتركها ما عندك مئة متر إلها ونار التجاوز ما راح كش ما يطلق مكان يعني ما لا يطلق مئة متر ثاني سعنا عوالي شهداء يعني سعنا عشكية أنا عدي شهداء الثنين ومعكوم سبع السين على صور صدام حسين زين بالثمانين بحرب إيران وشفت اللي ما شافه لا شنون لحدنا ذي انكسرت ولكن ماكو تراجع وتقدم وتروح البغداد وترجع وتدين ماكو حنا نريد ما يلكن حتى له مئة متره مئة متره يملكي يقول لك هاي مئة متره ابنيه أنت يعني حتى ذا الدولة ما تنطيق حس الدولة ما تنطيق إذا تخسر علي خمس ملايين يقول لك هاي مئة متره ابني واجتك شوية حلوة ما بيشي التقينا الحكومة المحلية في ديقار والتي عللت عدم توفر الخدمات في هذه المناطق إلى عدم توفر القوانين التي تتيح لهم خدمتها حيث صنفت المتجاوزين إلى أصناف عدة فيما يرى مراقبون أن الحكومة ملزمة بإيجاد البدائل والحلول إلى آلاف المواطنين الذين أجبروا على السكن العشوائي الآن في طور إعداد التصاميم ضمن لجنة الأربعمية والثمانتاش إن شاء الله بعد إكمال التصاميم وإعلانها رح يتم تطويب أغلب هاي المناطق اللي هي مصاحبة للتصميم الأساس يعني الغير مخالفة للتصميم الأساس بقية التجاوزات صعب خدمتها كونها متجاوزة على الخدمات يعني اللي متجاوز على شارع اللي متجاوز على منطقة هي خدمات أصلا للأسف الدولة غير قادرة على احتواء مناطق العشوائيات لا من حيث تمليكها بشكل رسمي ونقل خدمات إلها ولا من حيث تعويض ساكنها ونقلهم إلى مناطق أقرى وبالتالي هذه المشكلة مستشرية في محافظة الذقار لا حل سواء تكون هناك توجهات حكومية وموازنات متخصصة لإنشاء أكثر من 250 ألف وحدة سكنية لحل ولو جزء من أزمة السكن في محافظة الذقار أكثر من 10 ألاف وحدة سكنية من الدور المتجاوزة في محافظة ذقار من دون أي حلول من قبل الحكومات المتعاقبة وسط ظروف معيشية صعبة يعيشونها الأهالي هنا لقناة التغيير الفضائية سلامة سرهيد دقار ترجمة نانسي قنقر